يمكن أجازات نص سنة كده بتبقى محتاجة مننا حاجات مختلفة نعملها على مدار الأجازة بزيت لأولادنا ويمكن الأجازة كمان مرتبطة وإحنا صغيرين بحديقة الحيوان عندنا خبر عن حديقة الحيوان وهي أنها أعلنت عن فتح أبوابها خلال أيام أجازة نص السنة من الساعة 9 صباحاً لحد الساعة 4 مساء من 9 لاربعة وحددت سعر تذكارة الدخول 5 جنيه للمصريين و20 جنيه لغير المصريين خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحضائق الحيوان لمعانا دلوقتي عبر الهاتف صباح الخير على حضرتك أهلاً بيك صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين أهلاً بيك أهلاً بيك يا فندم يعني كلمت عن الاستعدادات التي تعملها حديقة الحيوان لأجازة نص السنة الحقيقة الحديقة طبعاً يعني استعد في تجاهين الأساسيين يعني دايماً فينا مواسم معينة طبعاً نوسم مهمة جداً أجازات نص عام والحديقة معتوحة وتستقبل الزائرين احنا بنستعد في تجاهين الأساسيين احنا الحقيقة يعني عاملين مشروعات حقيقة فترة أخيرة مشروعات جميلة جداً للسادة الزائرين منها طبعاً يعني حديقة الحيوان الأليفة اللي هي حيوانات برية أليفة اللي هي الحديقة المكسوحة ودي بتضيح تفاعل مباشر بين البسادة الزائرين والحيوان مباشرةً يقدر يصور معها ويقدر يعني أنه هو يأكلها دي حديقة دي عاملة متعة كبيرة جداً للزائرين يعني زي ايه يعني يا فندم زي حيوانات أليفة زي ايه اللي موجودة فيك؟ طبعاً اللامة، حيوانات برية أليفة اللامة، الحصان القزم، بعض الغزان، السلاحف برضو الطيور الجميلة بألوانها بيقدر يتصور مع الطيور زي المكوات والبغبغانات فيه برضو بعض الزواحف فيه مختلف حيوانات كثيرة الحقيقة برضو فيه حيوان برضو من عائلة الجمال اللي هي الباكة فحيوانات كلها برية ولكنها في نفس الوقت يعني غير ضرة أو غير شرطة مؤذية للإنسان أيه طب يمكن إحنا يا فندم كمان بنهتم بيعني الحيوانات نفسها يعني يحبين نعرف إزاي الحيوانات بيتم التعامل معها في البرد بتاخدوا بالكم منها إزاي عشان نحافظ أكيد عليها؟ طبعاً إحنا عندنا بالنسبة للحقيقة للرعاية بالحيوان إحنا برضو عندنا يعني خطرة كبيرة جداً أصباء البيتاريين والعمال بتوعنا لهم خبرات كبيرة جداً في التعامل مع رعاية الحيوان عموماً سواء فيه التغذية سواء فيه إيواء اللي الحيوان عاشته أيضاً فيه الرعاية البيتارية وخطة تحصينات ووقاية فالحقيقة عندنا يعني خطة معتمدة للوقاية والتحصينات بالنسبة للموجات البرد الشديدة إحنا طبعاً فيه برضو ببقى استعزاز خاصة لهذا الموضوع أهم حاجة للسيطرة على درجات الحرارة بالنسبة لجسم الحيوان بتبقى التغذية فإحنا يعني في هذه المواسم بنده برضو أغذية بيها سعرات حرارية عالية شوية بتخلي الحيوان يقدر يعني يعني يتأقلم مع درجات الحرارة المتقفضة وأيضاً بنعمل برضو نوع من أنواع الفرشة والتدفئة بالنسبة للحيوانات فالحقيقة فيه خطات عبودة وطبعاً إحنا مهتمين جداً برعاية الحيوان الفترة الفاتر والحيوانات كلها بتبدو في شاحة الحمد لله جيدة ما عندناش أي حالات مرضية أي نجوم فيه خطة تطهير كمان يومية طبعاً تطهير المبايت والرش والتطهير ده مهم جداً بالنسبة للأمراض الوبائية فالحمد لله إحنا عندنا حديثة خالية تماماً من أي أمراض أو أوباء أهم البيوت الحيوانات اللي أنت بتراهن أن هي تكون مزار مهم جداً خلال أجازة في نص العام طبعاً عندنا يعني حيوانات مهمة أوس الحديثة طبعاً زيماً محل اهتمام أستاذ الزائرين زي؟ يعني طبعاً عندنا الزباع والنمور مهمة جداً عندنا آآ فرس النهر لو سيد إشتا وعندنا آآ سمى البحر آآ وعندنا برضو الزراف طبعاً حاجات أهمة جداً بالنسبة للنمور آآ يعني في حيوانات تروع لها نجوم الحديثة يعني دي طبعاً أهم الحيوانات اللي هي بتطرف الحيوانات الزوار حديني روحو واحنا الحقيقة المطلقة اللي فتت يعني استكملنا المجموعة الحيوانية بشكل كتير جداً جبنا حيوانات كتيرة بالبدل منها النمور البنغالية منها سبع البحر جبنا هنا في اسكندرية الحقيقة والزراف جبنا من جنوب أفريقيا وجبنا برضو يعني المهر العربي جبنا استكملنا مثل زواحف مجموعة من الزواحف الهامة أوي والألوانها يعني حقيقة أنا شايف الحديقة يعني مستعدة استعادة كامل للزداد الزيرين والناس طبعاً احنا عملنا خدم التنقل داخل الحديقة منها التفصف منها العربية الزوار عملنا بدلات نهرية فالناس بدأت تقضي يوم متكامل لحكي الحديقة مستمتعة بالعمل الحديقة تقدر تستوعب كم مواطن في اليوم يا فندم؟ والله الحديقة طبعاً على مدار اليوم بتستقبل ممكن يعني لغاية 50 ألف مواطن أو 60 ألف مواطن بيبقى الأمور ميسرة جداً لاستقبلهم والخدمات كافية هل في إجراءات احترازية بيتم تطبيقها للسادة الزوار؟ والله احنا طبعاً الإجراءات تحترازية احنا يعني من يوم ما بدأت جداحة كورونا واحنا الحقيقة مستمرين في الإجراءات تحترازية يعني دي حاجات فوسينية بنعملها يومية من إجراءات رشي وتطهير من إجراءات برضو دي حاجات الحضارة للسادة الزوارين عبد على البوابات دي برضو ما زالت مستمرة حقيقة وبرضو بنأكد على الدخول بالكمامة في مطقة البوابات بس ونما كان مغلقة يعني الحديقة نفسها مكيش مشكلة الزوار يتجاول بدون كمامة لأن طبعاً مساحة كبيرة لكن احنا بنأكد على البوابات عشان ببقى فيه تقارب بين الناس كده وشباك قطع التذاكري ببقى الناس لبسوا كلامة وفي نفس الوقت الأماكن المغلقة زي بيت الزواحف زي المتحف بنأكد برضو للناس يعني مستدية الكمامة داخل هذه الأماكن المغلقة نشكرك دكتور دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحضائق الحيوان شكراً نيكي بندك